سألت قبل الفاصل عن مارسل كورر ودلوقتي حان وقت جوزي جوميز المدير فاني لدي الزمانك رائك فيه؟ والله انا شايف جوميز صراحة فيه عملية اندماج مع ندي الزمانك واصبح مؤثر بالاجاب في ظل الفطرة اللي هو تولاه بشكل لك انا شايف انه فيه تأثير ايجابي مع اللاعبين وفيه يعني انسجام كبير جدا جدا وده يمكن اكبر نجاحاته والفريق معاه بيتطور صراحة يعني وفيه التزام تكتيكي يعني باين جدا جدا للناس وانا يعني بحقيه على الفطرة اللي متواجد فيها وكمان دخل بطلتين كبار للنادي الزمالك اخرهم طبعا السوبر الافريقي اللي كان مع النادي الاهلي فطبعا يعني انا شايف انه لا يعني ماشي بخطة سابدة مع النادي الزمالك اللاعبين اعتقد يعني بيحبوه توظيفه اللاعبين جيد جدا لدرجة ان انت بتشوف عبدالله سعيد يعني بتوظف في مكان انا ما شوفت ايش عبدالله سعيد هو صغير بيلعب في المكان ده صح اللي هو محتاج موجود بدن كبير يعني عبدالله سعيد ما شاء الله يعني في سن بيدي مثل الانضباط تكتيكي وكمان بيلعب توبوكس توبوكس وده ما كانش يمكن لما كان في النادي الاهلي ما كانش بيقديه كان مركز عشرة ليه ادوار هجومية اكتر لكن النهاردة هو يعني صراحة فيه التزام تكتيكي بشكل كبير جدا جدا ولذلك هو يعني الزمالك يعني من العناصر اساسي عبدالله سعيد وهو قدام تحدي كبير جدا هو يعني انا شايف ان عبدالله حاطت قدامه هدف لما جينات الزمالك هاي ان الناس مش هيدي فرصة للكلم عليه هاي خاصة على موضوع السن يعني السن ده ما اصبحش يعني رقم فقط لغير هاي وهو اعتقد ان كمان في حياته الخارجية الشخصية منضبط فمأثر عليه داخل الماله مأثر بالاجاب هاي تصورك وده سابق لاوانه جدا بس تصورك على دوق جاهزات كل الفرق مين المربع الزعبي في اخر الدوري لا يعني خليني نتكلم على التسعة لا اولا نتكلم على الله مين التسعة التسعة لا مين التسعة لا موابادري لكن في فرق يعني حاجزة ما كنا زي مين يعني زي الاهلي زي زي مالك زي بيرامدس مين تاني يعني في فرق وبعد كده هتلاقي كل المنافسات من بعد الاهلي وزي ملك بيرامدس على الرغم ان بيرامدس بدأ الدوري بتعادوا مع بطرشيت يعني برضه يعني نتيجة يعني مش متوقعة خاصة لما بتبدأ مع فريق لسه صاعد لكن المباركة صعبة جدا على واعتقد ان يعني كون ان بيرامدس داخل لعب بطرشيت بتأثر علي بالسلب ان استهوم بالخصم ما احترامش الخصم ما احتراموه فكانت النتيجة ايجابية لصالح بطرشيت قده شكل كويس جدا ويمكن كانت ممكن النتيجة كمان تهرب لصالح بطرشيت فلكن بعد كده هايبقى فيه تنافس كبير جدا انا شاف الدوري ملتهب والكل هايحول بقدر الامكان ان يلعب على النقطة والثلاث نقاط على اساس ان هو يبقى من تسع الفرق الاولى ويبعد عن الفرق اللي هي هتنافس على من البقاء في الدوري ممتاز